كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لتجارة والتنمية الأونكتاد عن احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القرى الإفريقية عام 2020 وذلك بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا وأفادت أونكتاد في تقريرها بأن جائحة كورونا تسببت في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر للقرى السمراء بنسبة 16% في عام 2020 لتصل إلى 40 مليون دولار مقابل 47 مليار دولار في عام 2019 وأوضح التقرير أنه في ظل الانخفاض الكبير في الاستثمارات الضخمة الناجم عن جائحة الفيروس حافظت مصر على صدارتها في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القرى السمراء خلال عام 2020 بمقدار 5 مليارات وتسعمائة مليون دولار ترجمة نانسي قنقر